عايزين نتوب إلى الله وعايزين ناخد بأيدين الناس اللي لسه ما تبوش ونشفق عليهم بالله عليك أبوس إيدك مش عايزين غلزة على الناس ديت الناس ديت مرضى تعبنين مزنبين لازم نشفق عليهم لازم نخاف عليهم لازم نكون كالأطباء اللي بيخاف أو الطبيب اللي خايف على مريضه لازم تخاف عليه وتكون مشفق جدا عليه وتحاول بقدر الجال تشوف أي طريقة ولو جديدة مبتكرة إزاي أن انت تكون سبب في توبة إنسان هقول لك على كل صحيح أوه بس معنا ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه واحد مسلم بجوار واحد يهودي فالمسلم كان يرى من اليهودي يعني شيء من الطيبة ولو كانت بسيطة فكان نفسه بأي طريقة أنه يبتكر طريقي خليه يسلم بها فرح كلمه وقال له يا فلان يعني أليس لك حاجة في الإسلام أنت ما نفسكش تسلم قال والله ما يمنعني من الإسلام إلا أني أحب شربة خمر أنا فعلا نفسي أسلم من زمان بس أنا الحاجة الوحيدة لمنعني إن أنا مود من خمر فالمسلم يبتكر له طريقة قال له خلاص أسلم واشرب الخمر براحتك طبعا المسلم مش قصده كده طبعا فقال له أسلم واشرب الخمر قال له خلاص ماشي فاليهودي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها المسلم الآن أصبحت مسلما فإن شربت الخمر طبقنا عليك حد الخمر وإن ارتدت عن دين الله قتلناك فثبت الرجل على ديني ولم نشهد الخمر أبدا بعد ذلك وديكت حيلة جميلة من هذا المسلم ترجمة نانسي قنقر